نبدأ منه بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعمل التقدم بلو باجيب حاسة بافراد قسرتي او ضيوفي قطعة من الفليه او اتنين او تلاتة او اربعة او من وش الفخت احطها تحتها كيس فوق وكيس تحت كده يا حسني اهو او اجيبها جاهزة كده عند الجلزار بتاعتي اعمل فيها ايه افردها دي زي لحمة الاسكالوب يا شاك في الزبط كده اهو بصي فردناها كده يبقى اول واحدة دي اعمل فيها ايه عم حسني اروح جاية مديها سنة ملحة وسنة فلفل وحشوها ايه حسن لحمة برده جبنة بتسيح يا لميس مكنتش ليه ودي ايه قطعة تمامين اللحمة البرده وكمان قطعة من الجبن صايم يا هنم لا يا فن ودي واحدة كده انا باكل بس بحاول اثبت مواعيدي ايه شوف القفلة شوف القفلة كده يا حسني قفل ايها على شكل زرف زي ما انت شايفك كده بالشكل ده كده دي حطيت في قلبها ايه تانية شوف حطيت شوية ملحة وشوية فلفل وفي نفس الوقت اديتها ايه ثنة بسيطة من الجبنة اللي بتسيح اي نوع جبنة بتسيح اي لحمة بردة واقفلها كده كويس اي لحمة بردة عندي في الطلاجة يعني لانشون رومي اي حاجة صح؟ يقولي ايه؟ لانشون او رومي او كده بالزبط كده اي حاجة عندك لحمة بردة ما توقفيش يا لها حاجة معينة بس ما توقفيش على الكلام ده كله اشيل الكسي زيادة بالزبط كده اقفل كده واقفل كده الزر وحطها فين؟ في الفريزر اجيب التانية يا حسني بنفس الطريقة اهو تعرفت اعملي كوردون بلو يا بوسي طلع من الفلي او من اين او نوش الفكتة اهو انا لقدت من الشيف حسن شوية بس تريده حلو اهم حاجة الصمك بتاع اللحمة يكون قد بعضه عشان يتسوي اهو تمام يا حسني اهو كده تمام اشيل ده ان شاء الله شوية ملع وشوية فلفل التدبيله اهو الحاجة اللي في التلاجة طلعه عشان خطره يا جمال اهو حسن كمال يا ابو كمال بكرة بقى ايه مصر بتفرح اه والله والله من النهاردة احنا فرحانين مصر بتززين عايزين نقول الف مبروك لمحمد حسن كمال الف مبروك يا محمد ربنا يسعدهم يا رب ويحميهم